أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التي تمثل أولوية ودعماً للاقتصاد المصري جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تناول اللقاء استعراض الجهود المبذولة من جانب الهيئة للتعامل مع أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين وذلك إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص لاستثمارية الواعدة على أرض مصر في مختلف المجالات